في إطار سعي الكنائس لاستعادة أملاكها في الأراضي المقدسة استرجعت بطرياركية الروم الأرثوذكس أرضاً ملاسقة لدير قصر اليهود على الضفة الغربية من نهر الأردن وبعد استعادة تلك الأرض تنوي البطرياركية ترميم المزار المقام عليها لزيادة فعالياتها وتجهيزها لاستعاب الحجاج ورفع مستوى الخدمات السياحية فيها كما تسعى جميع كنائس الأراضي المقدسة حالياً لاستعادة كافة أراضيها إلى جانب عدد من الأديرة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب عام 1967 حيث تدعون الكنائس قاطبة في هذا المجهود على الصعيدين الدولي والقانوني